احتضنا جامعة واسطة فعاليات مهرجان اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد وتحت الشعار بمشاركة اللجنة التحضيرية للمهرجان قسم الرعاية والشؤون الاجتماعية حيث شدد الحاضرون على ضرورة تفاتة الحكومتين المحلية والاتحادية لهذه الشريحة طراب طيف التوحد هو طراب نمائي يتعلق بقدرات الطفل الذهنية والعقلية التي تخص التعامل الاجتماعي والكلام والتواصل مع الآخرين وهو يختلف تماماً عن الفصام والذهان والفقدان العقل وربما قد يكون في بعض الأحيان مصحوب بتخلف عقلي وقد لا يكون النقطة المهمة في هذه الحالة أنه أن نفهم ونثقف باتجاه الحالة هذه الخطوة الأولى في علاجها أنه المجتمع يفهم شنو حالة التوحد وثانياً العلاج ليس دوائي بالدرجة الأساس بالدرجة الأولى إنما هو علاج سلوكي معرفي ونفسي تحليلي ربماً لقناة زكروس تغطية نشاطات جامعتنا جامعة واسط اليوم على القاعة الكبرى لجامعة واسط وفي كلية التربية تقام ندوة لمعالجة وتشخيص المصابين بأمراض التوحد وكيفية التعامل معهم أضف إلى ذلك هو رسالة نبعثها إلى الحكومة المحلية والمركزية لفتح مراكز لرعاية هذه الشريحة المصابين بأمراض التوحد ونأمل من الحكومة المحلية والمركزية أخذ بنظر الاحتبار للاهتمام بهذه الشريحة أقمنا فعاليات اليوم العالم للتوعي بالتوحد ونهدف من هذا الاحتفال أو المهرجان أن التوعية المجتمعية بهذه الفئة والشريحة التي بدأت في زيادة مطردة دون علاج ودون تشخيص ودون رعاية لذلك هذا كان أول هدف من أهداف المهرجان أيضاً لفت أنظار المختصين لهذه الشريحة وأيضاً تقديم الدعم النفسي لأطفال التوحد المهرجان احتوى مثل ما حضراتكم شفتوا أنه فعاليات عدة كل هذه الفعاليات المختلفة كل هدف منعتها أنه بالدرجة الأولى هو تقديم الدعم النفسي لهذه الشريحة تادت كلية التربية للعلوم الإنسانية أن تنفتح على جميع شرائح المجتمع وقد ساهمت كليتنا في الانفتاع على المجتمع الواسطي وتحسس معاناته وآلامه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر